نحن في جزء الخامس من ديسكور كندا الكتاب الذي ستمتحنه فيه للجنسية الكندية نظركوا معنا وكم تابعين نحكي كيف يحكموا الكنديين كيف يحكموا الكنديين هناك كثير من كلمات جديدة وصعبة سنبدأ بصفحة 28 رجاء تفتحوا الكتاب معنا هناك ثلاث أساسيات بحهم كندا فيه قنطري فدرالية أو بحكمة فدرالية برلمانية ديمقراطية وعلى منخبشر المناركي ملاكية دستورية ثلاث أساسيات مهمة بحكمة فدرالية ديمقراطية بارلمانية ديمقراطية سوف نحكي عنها ب فدرالية الآن أول واحدة فدرالية ما يعني Federal State؟ في كندا ثلاثة أنواع من الحكومة في الـ Federal Government، في الـ Provincial Government التي تبعت المقاطعات أو territorial وفي الـ Municipal التي تبعت المدن عادةً تختلف من مكان لمكان تبعون الـ Federal نحن نحكي عنهم بعدين في مكان في مجدول موجود بس رح نحكي عنهم بشكل سريع هذه الـ Responsibilities أو التقسيم هذا تم في يوم إنشاء كندا 1867 في الـ British North American Act حكينا عنه أو سمناه الـ Constitutional Act هذا اللي سوى الـ Federal Government و الـ Provincial Government الـ Federal State بتهتم بالشغلات الـ National و الـ International concerns الشغلات الخارجية الـ Defense اللي هي الدفاع الـ Foreign policies الأمور مع الدول الثانية والعقود والتعاهدات الـ Inter provincial trade اللي هي التجارة ما بين المقاطعات الـ Currency أو المصاري العملة الدفع الـ Navigation اللي هي الملاحة و Criminal Law and Citizenship اللي هو الهجر اللي شو اسمه الـ Citizenship اللي احنا مقدمين عليها اللي هي مواطن الـ Provinces عادة بتهتم بشغلات أكبر من الـ Municipals مثل الـ Education التعليم الـ Health الصحة الـ Natural Resources اللي هي المواند الطبيعية الـ Civil Rights والـ Highways اللي موجودة بين المدن في المقاطع الـ Federal والـ Provincial بتجمعوا في شغلتين مهمات اللي هم الـ Agriculture الزراعة والـ Immigration والهجرة هذول الشغلتين اتنين بجتمعوا فيها خاصة مقاطعة كيباك لها كتير قوانين خاصة فيها في الهجرة كل مقاطعة لها شغلة منتخبة اسمها Legislative Assembly اللي هي بالـ Federal اسمها الـ House of Commons اللي بكون موجودة في أوتواا الـ House of Commons هذا اللي يتخبون الناس هنحكي عنه بالتفصيل بس في المقاطعات اسمه Legislative Assembly عادة إلا أن الـ Three North Territories هذول اللي هم وضعية خاصة مش مهم كتير نحكي عنهم المنسبل الـ Government الـ Government بتهتم بشغلات هنحكي عنها بالتفصيل مثل الـ Police الـ Fire Snow Removal الـ Garbage Removal والـ Road الآن النقطة الثانية اللي هي Parliamentary Democracy أن الناس في كندا بنتخبوا النائب تبعهم أو الممثل تبعهم في الـ House of Commons البرلمان الكندي اللي هو بتسمى MP وبرضه على مستوى المقاطعة بنتخبوا الممثل تبعهم للبرلمان المقاطعة بسمى MPP الـ Member of Provincial Parliament هذا MP الـ Member of Provincial Parliament هذول المسؤولين عن عدة أمور في المقاطعة أنه يمثلوا الناس خاصة في المكان اللي هم منتخبين عنه الآن من الـ House of Commons أو من الـ MPP من المناس المنتخبين الـ Prime Minister أو الـ Premier بيختاروا المنستر يعني المنستر هم ناس منتخبين من الشعب لكن اللي بيختارهم اللي هو رئيس الدولة طيب هذول شو لازم يسووا؟ اللازم يسووا Retain the confidence in the house يعني لازم الناس تضلها مواثقة فيهم وإذا سقطوا في التسجيل أو في الانتخاب لازم أنهم يتنازلوا عن أماكنهم في نقطة هلا بننوقف عليها هون إنه هدول في البرلمان فيه ثلاث نقاط رئيسية علينا نوقف هون شوي اللي هو الـ Sovereign اللي هو الـ Queen أو الKing والSenates والـ House of Commons هدول الثلاث شغلات في الـ Provincial في الـ Lieutenant Governor والElective Assembly اللي هم زي الـ House of Commons الآن الـ Prime Minister في الـ Federal Government الـ Prime Minister بنسميه اللي هو PM باختار الكابنت زي ما حكينا من الـ MPs اللي تم انتخابهم من الـ House of Commons عادةً هدول هدول ينتخبوا لأربع سنوات وممكن يعاد انتخابهم بس البرلمان كل أربع سنوات في العادة يتم انتخاب الناس فيه الآن في شغلة يسمها السنت هدول السنترز هم عبارة عن أشخاص اللي هو ممثل الملكة في كندا هو اللي بعينهم لكن بكونوا بترشيح من الـ Prime Minister عادةً هذا السنت بضلوا بموقعه حتى عمر 75 سواء ذكر أو أنثى الآن الـ House of Commons والسنت بيشتغلوا على شغلة مهمة اللي هي الـ Legislations اللي هم القوانين أول إشي بيبدأ مرشح أو مقترح قانون بسمى Bill بعدين بمر بعدة خطوات هاي هم هون بيصير لو خطوات هاي أول إشي بيقرؤوا First Reading بعدين بيقرؤوا بعدين بيصير كوميتي بيعدوا يناقشوا جملة جملة بعدين بيصير Report للـ House of Commons بعدين بيصير ثيرد ريدنج هذا خلاص بعملوا علي الفوت بعدين بروح على السنت برجع بالسنت من stage 1 إلى 5 First Reading Second Reading Committee Report ثيرد ريدنج السنت بروح من غاد للـ Royal Assents عشان يوقعه الـ Governor General ويصير قانون الآن الـ Constitutional Monarchy حكينا انه Head of the States احفظوها هاي very important Head of the States is the Queen الملكة أو الملك هلا عنا إحنا Elizabeth the Second Head of the States هذه very important فوق اللي هي الـ Queen الآن شو مهمتها الـ Queen هي Guardian of Constitutional Freedom المحافظة على الدستور أو القانون وبرضو المصادقة عليه من خلال الـ Governor General عادة الـ Queen ما بتدخل في الأمور السياسية الـ Prime Minister هو المسؤول والكابنت حسنا لأنها هي برضو الـ Queen The Head of the Commonwealth فهي مشتركة أو رئيسة أو الـ Head of the States بـ 53 دولة منهم كان الآن حكينا Head of the State Head of the Government اللي هو Prime Minister Head of the States اللي هي الـ Queen أو الـ Sovereign و Head of the Government is the Prime Minister حسنا طيب الآن الـ Canadian من اللي بمثل الملكة في كندا اللي هو الـ Governor General عادة الـ Governor General مخربط الشغلة أنا سوري بس هذا هو راح نحاول نفسرها بصور مستقبل هذا قريبا الـ Governor General برشحه Prime Minister للملكة والملكة بتختاره عادة كل خمس سنوات بتغير في الـ Provence واحد اسمه Lieutenant Governor Lieutenant Governor Lieutenant Governor هو appointed by the Governor General مش by the Queen برضو بترشيح من الـ Prime Minister الـ Prime Minister برشح اثنين أوكي لكن اللي appointed Governor General الـ Queen و appointed Lieutenant Governor اللي هي وهو Governor General برضو لخمس سنوات في كنب اوكي اوكي الان نشوف الـ فهدول الـ Three branches حكينا فيه مهم جدا الـ Three branches شوية هون بدنا ننط على هذه النقطة عفوا انه الـ Governor General بالـ Territories الى ثلاثة Territories الموجودة اسمه Commissioner Commissioner مش Lieutenant Governor سوري Lieutenant Governor موجودة هون الـ Three branches في الـ Government اللي هي executive و legislative اللي هي التشريعية و judicial او القانونية اللي بتحافظ على القانون التنفيذية والقضائية والتشريعية هاي الثلاثة executive اللي هم تنفيذية legislative اللي هم قضائية والjudical اللي هي القضائية سوري اه الـ Governor General او الـ Prime Minister في كل كندا الفيدرال بسمه Prime Minister اما في المقاطعة بسموه Premier Premier اوكي الـ Lieutenant Governor في المقاطعات وفي الـ Territories اللي هم الثلاثة اللي في الشمال خلينا نشرح باقي الصورة بشكل مبسط فيه صورة بالبكتاب حنحكي عنها الآن الـ Government of Canada بتكون من او الـ Head of the States اللي هي السوفيرن او الملكة او الـ Queen بتنقسم الى قسمين اساسيات اللي هم الـ Federal و الـ Provincial الفيدرال فيه البرلمان الكندي اللي هو بنقسم لقسمين السنة و الـ House of Common و الممثل الملكة اللي هو الـ Governor General الـ Prime Minister الكابيند او الوزراء والمينسترز والـ Territories في الـ Province في عنا Lieutenant Governor وفيه Legislative Assembly فيها النواب المنتخبين في الـ Lieutenant Governors تحته الـ Premier او اللي هو عبارة عن رئيس الوزراء في المقاطعة والوزراء تابعونه الكابيند والمينسترز وتحتيهم المنسباليز هذا بشكل ملخص هلنا حنشوف كيف كل واحد يختار حاولنا نبسطها اكتر اشي البرلمان زي ما انتم شايفين في السنة هو عبارة عن يختار من الـ Governor General by appointing من الـ Prime Minister الـ Prime Minister يعني هذا الـ House of Commons يختاره by citizen الناس عنا الـ Governor General يتم اختياره by the Head of the States اللي هي الملكة وابوينتد by الـ Prime Minister هو اللي بعطيها suggestions بعدين الـ Prime Minister هنحكي عنه اللي هي The Most Elective Party في البرلمان الكابينت بيختارهم الـ Prime Minister بردو اللي هم citizens الكابينت بيختارهم برضو الـ Premier هون و الـ Municipal برضو بيختارهم الناس هدا بشكل ملخص هحط الآن اخر صورة اللي هي مهمة الموجودة في الكتاب و هنحكي عنها طيب هاي الصورة المهمة الموجودة في زاوية الصفحة الـ 26 بتحكي ان البرلمان بتكون من ثلاث اقسام اللي هو السوفران والسنت والـ السوفران اللي هي Head of the States وعندها representative by the Governor General اللي هي الـ Governor General السنت اللي هم appointed by the Prime Minister recommendation ويختارهم بعدين الـ Governor General والـ House of Commons اللي اكتب في عنا الـ Government اللي هم الـ Party الأكثر فوزاً في البرلمان والـ Opposition اللي هم اللي ما ربحوا الأكثرية في البرلمان هدول التلاتة السوفرانز والسنت والـ House of Commons بتسمى legislative branch أو التشريعي بعدين الـ Executive branch اللي هو جزء منهم الـ Prime Minister والـ Cabinet اللي هم الـ Government هدول بسموهم الـ Executive أو التنفيذي بعدين تحت الجوريستيكس أو التشريعي أو القضائي اللي هو أعلى واحدة اللي هي Supreme Court في كندا أي أعلى كورت أو محكمة يعتبر فيه Nine Judged هذا يجب أن نحفظ الرقم يعتبر من الـ Governor General برضو يضعهم الـ Governor General بس بترشيح من الـ Prime Minister في عنا Federal Court و Provincial Court هدول مهمين جدا أنه نحفظهم هدول أقل من Supreme Court Supreme Court هو أعلى محكمة قضائية في كندا عجبتكم القناة بأمان منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير ترجمة نانسي قنقر